وصادق على مشاريع المراسيم التالية مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على عقد الاستكشاف الانتاج متعلق بالمقطع بيرالا من الحوض الساحلي الموقع بتاريخ 11 من أكتوبر 2022 بين الدولة الموريتانية وشركات بريتش بيتروليوم وكوسموس أنيرجي والشركة الموريتانية للمحروقات تجدر الإشارة إلى أن الاكتشاف المذكور كان جزءا من العقد المتعلق بالمقطع السيثمانية والذي انتهت أعمال التنقيب الخاصة به في 15 من يونيو الماضي دون إعلان الوصول إلى قرار نهائي للاستثمار ومن أجل تسريع هذا القرار وتحسين شروط العقد دخل القطاع في مفاوضات مع المتعاقد لإبرام عقد جديد يستفيد من العمل المنجز سابقا ويستحدث هذا العقد تحسينات معتبرة لصالح الدولة مقارنة بالعقود القديمة وحتى الحالية وذلك من خلال زيادة نصيب الدولة إلى 29% مقابل 14% في العقد السابق مرحلة استكشاف لمدة 30 شهرا للوصول إلى القرار الاستثماري النهائي ومن المهم التأكيد على أن تطوير بيرالله يعتمد بشكل حاسم على التقييم الفني لقدرة ميناء جاغو لاستقبال وإيواء البنية التحتية للمشروع مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتبات المرسوم رقم 169-2009 الصادر بتاريخ الثالث من مايو 2009 المتضمن إنشاء الوكالة الجوية المسمى الموريتانية للطيران الدولي طبقا لترتبات المادة الستة معدلة من هذا المرسوم ونظرا لأهمية المهام الموكلة للمدير العام وضرورة التسيير عن قرب للجوانب العملية فقد تم استحداث وظيفة مدير عام مساعد من أجل مساعدته في أداء هذه المهام مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على تعديل النظام الأساسي للموريتانية للطيران الدولي المصادق عليه بالمرسوم 238-2009 الصادر بتاريخ الرابع من دجمبر 2009 المتضمن المصادقة على النظام الأساسي للموريتانية للطيران الدولي يهدف مشروع المرسوم إلى المصادقة على تعديل النظام الأساسي للموريتانية للطيران الدولي حيث عرفت الشركة الموريتانية للطيران زيادة في رأس المال من مليارين وثمانية وتسعين مليون وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف أوقية إلى ستة مليارات وثمان مليئة وسبعة وستين مليون أوقية جديدة بناء على قرار من الجمعية العامة المنعقدة في دورتها الاستهنائية يومي الثالث عشر والرابع عشر يوليو 2022 مما أدى إلى توزيعة جديدة للمساهمين حسب أسهمهم كما تم الاتفاق على تغيير التشكلة القائمة لمجلس الإدارة حيث سيتم تعين رئيس جديد له يمثل الدولة وزيادة أعضاء مجلس الإدارة بممثل جديد عن وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية طبقا للتعديلات الجديدة للنظام الأساسي وقدم وزير الداخلية واللا مركزية وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا عن الوضع الدولي وقدم وزير الداخلية واللا مركزية بيانا عن الحالة في الداخل وقدم وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي عرضا حول وضعية ووروف افتتاح السنة الدراسية التي تمثل بداية المدرسة الجمهورية وأشار إلى أنه تم تسجيل ما يقرب من ثمانين ألف طفل في السنة الأولى على امتداد التراب الوطني من إجمالي العدد المتوقع تسجيله الذي يتراوح ما بين مائة ألف ومائة وعشرة آلاف طفل إضافة إلى ذلك تم بالفعل اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل سير العملية هذه السنة وسيتم تعزيزها باستمرار وتتمحور هذه الإجراءات حول إعداد النصوص المطبقة للقانون التوجيهي إعادة تأهيل البنية التحتية المدرسية بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والتشاور المستمر مع جميع الفاعلين المعنيين وأخيراً اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي ديوان الوزير مكلفة بمهمة مريم حامد محمد سيدي أستاذة حاصلة على ماستر في قانون الأعمال